اشتركوا في القناة وعنوان اللقاء ماذا يعني رؤية القمر في المنام القمر من الرؤى المهمة التي ينبغي ان تبحث عنها في منامك حينما تراها في منامك ينبغي ان تبحث عن تفسيرها نارضا نتكلم عن حوالي تقريبا 25 رؤية عن رؤية القمر في المنام القمر احيانا ممكن تشوفه بالوان بطبيعة الحال اللون الاصفر سامحوني ان انا هبدأ به احيانا يدل على المرض واللون الاصفر في غالب الاحيان وفي اشياء كتير جدا غير القمر بيكون يعني لون غير محمود اما اللون الذهبي للقمر هذا اللون محمود جدا بالنسبة للعزاب فالقمر الذهبي زواج للعزاب ان شاء الله تبارك وتعالى رؤية الليل بدون قمر هذه الرؤية احيانا تدل على مدى التشتت وتدل احيانا على الحزن وتدل على الضياع وعلى التيه ومع شديد الاسف رؤية القمر باللون الاحمر هذه الرؤية احيانا تدل على الخصومات وبعض الخلافات والمشاكل التي من الممكن ان تراها في حياتك في الفترة المقبلة رؤية القمر وهو مكتمل هذه الرؤية محمودة جدا هذه الرؤية محمودة جدا بالنسبة للعزاب تدل على السعادة وبالنسبة للمتزوجين او حتى المرأة المطلقة والارملة رؤية محمودة للغاية طبعا بتختلف من شخص الى اخر لكن هي في النهاية رؤية محمودة للكل رؤية القمر للعزاب غير مكتمل هذه الرؤية تدل على بعض الهموم والاحزان رؤية القمر وله ضوء خافت يعني ليس مضيئا بطريقة يعني مكتملة هذه الرؤية للمرأة المتزوجة تدل على بعض المشاكل المادية او ضيقة مادية سوف تحدث لها في الفترة المقبلة رؤية القمر وهو محجوب طبعا هنا عارفين بقى الخسوف والكسوف سواء اذا كان للشمس او للقمر في الحقيقة ده احنا بنصلي لها صلاة يعني في ارض الواقع بنصلي صلاة خسوف القمر او كسوف الشمس فرؤية القمر محجوب للزوجة هذه الرؤية تدل على غياب الحب غياب المودة بينها وبين زوجها ومع شديد الاسف القمر صاحب اللون الفضي هذه الرؤية جميلة جدا تدل على المال وتدل على الحظ الجيد ان شاء الله تبارك تعالى بالنسبة للمرأة الحامل هو رؤية القمر له علاقة بنوع الجنين نعم اذا كان القمر جميلا وصافيا ومكتملا وضوءه جميلة هذه الرؤية تدل على ان الجنين سيكون ذكرا ان شاء الله تبارك تعالى نفترض جدلا ان احنا شفنا شيء يعني ممكن ما يحصلش في الواقع ان ضوء القمر لونه ضوء لون الضوء لونه اخضر ضوء القمر اخضر هذه الرؤية جميلة جدا تدل على الاخلاق الحميدة والاخلاق الحسنة والصفات الجميلة التي يتحلى بها الرأي فاللون الاخضر اساسا في اي شيء محمود فهي من الرؤى الجميلة من اجمل الرؤى في قضية القمر رؤية امساكه في المنام اننا مثلا صعدت الى السماء وامسكت او انني على الارض ومددت يدي مسكته في السماء رؤية تدل على تحقيق امنية غالية سوف تتحقق لك رؤية طال انتظرها فسوف تتحقق لك ان شاء الله تبارك وتعالى واحيانا رؤية امساك القمر تدل على رجوع الغائب او المسافر وطبعا مش كل الناس عندها غائب وعندها مسافر فاللي عنده مسافر او عنده غائب بأل فترة كبيرة ولا يعرف عنه شيء سيعود اليه ان شاء الله ومن كان عنده مسافر فسوف يعود اليه المسافر بفضل الله اما من لم يكن عنده لا غائب ولا مسافر هذه الرؤية تبشره بتحقيق امنيته ان شاء الله تبارك وتعالى من رأى انه يلامس القمر هذه الرؤية جميلة جدا الملامسة بخلاف الامساك الملامسة تدل على ان الله تبارك وتعالى سوف يرزقه بشيء يفرح به وكل شيء وكل شخص على حسب حالته هذا الشيء من الممكن يكون للمرأة المتزوجة ان الله تبارك وتعالى سوف يبشرها بحمل سوف تفرح به وقد يقول للمرأة الحامل ان الله تبارك وتعالى يبشرها بمولود سوف تفرح به قد يكون لبعض الاشخاص الذين لا يعملون قد تكون فرصة عمل قد تكون استجابة لدعاء لمن عنده دعاء تحقيق امنيه الى اخر هذه الامور من رأى في المنام انه ينظر الى السماء ورأى ضوء القمر صاطع هذه الرؤية احيانا تدل على رضى الولدين واحيانا تدل على رضى الله سبحانه وتعالى على هذا العبد فهي رؤية محمودة للغاية من رأى انه يقف في حديقة وينظر الى القمر هذه الرؤية تدل على قدوم الخير والرزق والبركة له ان شاء الله تبارك وتعالى احيانا احيانا رؤية القمر انه غير مكتمل للمرأة المتزوجة احيانا يدل لها على الحمل احيانا يدل لها على الحمل اما رؤية سقوط القمر على الارض هذه الرؤية للأسف الشديد تدل على ان صاحب الرؤية سوف يمر بازمة نفسية كبيرة ومع شديد الاسف سقوط القمر في البحر او في الصحراء هذه الرؤية تدل على ان صاحب هذه الرؤية سوف يصيبه خوف وقلق وتوتر وان حالته النفسية ستكون سيئة نوعا ما رؤية قمرين في السماء هذه الرؤية تدل على مدى المحبة محبة ما بين مين قد تكون بين الزوج وزوجته قد تكون بين الاخوة قد تكون بين الاصحاب قد تكون بين الاهل والمحارب الى اخر هذه الامور رؤية قمرين للعزاب رؤية جميلة جدا تدل على الزواج ان شاء الله تبارك وتعالى اخر رؤية معنا وهي رؤية القمر الكبير هذه الرؤية تدل على الحظ الجيد والسعيد ان شاء الله تبارك وتعالى تظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته